اليمونة بلدة بقعية تتميز بجمالها الطبيعي الهادئ وبزراعة التفاح وأجود أنواع الحشيشة ومثلها مثل مختلف المناطق اللبنانية تستقبل النازحين السوريين لكن في هذه البلدة تحديداً النازحون من منطقة الرقة أي من معقل تنظيم الدولة الإسلامية وهنا مغزى الحكاية أبو محمود بن الخامسة والثلاثين تلك عمله ومنزله منذ اندلاع الأحداث الأمنية في سوريا وسكن في خيمة ظن منه أن الحالة مؤقتة إلا أنه مع سيطرة داعش أصبحت العودة إلى بلده أكثر تعقيدة فكانت حقول الحشيشة منقثة لتأمين القوت اليومي لهو لعائلته حاله كحال جميع العائلات في هذه الخيام كتير والله انقلبت حياتنا كلها مش بشي على الحشيشة عائشة تجمعوا أكوام الحشيشة كأنها تلهو لا تعمل أنا الرقة عدى عمرك 15 مش غريبة شوية تكون من هونيك وعم بتحوش لا عادي عادي حلوة 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 الشغل يعني هون حلوة الشغل بالحشيشة ايه دوخي على الحشيشة أو لا تعودنا لها في عندك حدا من عائلتك بعد موجود هونيك بالرقة ايه في بي وأخواتي أربعة ايه جينا من الريف الرقة ووحنا جينا هين اللاجئين نتلى اللاجئين هين دشرنا بيوتنا ودشرنا أراضينا ودشرنا كل شيء شو كنتو تشتغل هونيك؟ كل من واحد عنده شغبة أرض يشتغل بيها وفعالة عند العالم نشتغل عايشين مستورين الحمد الله بيوتنا نجي على بيوتنا كل أخت أولاد زوجي ظلموا هناك كنتو تتوقع تيجي على لبنان وتشتغل بحقول الحشيشة؟ لا ما شنتو تتوقع حالي أطبها لمطارح هذه بعيالكم بالرقب يعرفوا بأي حقول بتشتغلوا؟ او بتحكموا معهم على التليفون هيدا لا نقدر نحشيشة أصلا يعرفون هنا عند بليمونا يقولون كل شيء لبحوهم أولادنا وجوازنا ما يعرفون انتي ما بتحب تشتغلي بالحشيشة؟ لا بنشتغل فيها أنا ما بيشغل غير بالحشيشة اه لكن ما هو أوقات ما بتحب تشتغلي فيها؟ عابن يجون نجباري وواحيانا نتعب وما بدنا نروح أدب تخذ على اليوم؟ ياخذ عالساعة ألفة يعني حسب بعد ما بنشتغل يعني ما في عمال لبنانيين بيشتغلوا بالحقول؟ لا لبنانية ما بيكل سوري هذه الحقول التي تعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة السورية من نسوة ورجال وأطفال يؤكدون جميعهم أنهم لم ولن يتعاطوها فهي من الممنوعات لديهم فضلوا حقول الحشيشة على البقاء في بلاد تحكمها داعش وإن كانت تخالف قيمهم ودينهم لكنها بالنسبة إليهم سلام عليها أمامه مطبقي الدين من حقول الحشيشة في منطقة اليوموني البقاع يمنى فواز قناة الجديد